فيديو رقم زوج هذا الفيديو هذا ما كنت باقي نديره أصلا نهائيا ما كنت باقي نهدر عليه ولكن يعني الأحداث الأخيرة داخل بارسالونة اضطرتني أنهي نهدر ونشبهت هذا الموضوع يعني بقوة بدأ الخلاف سمع وحلو ودنك مزيان بدأ الخلاف بين لابورتا وفليك يعني فترة شهر العسل بين رئيس النادي لابورتا والمدرب الفريق انتا بارسالون انتهت كان بلاتهم شهر العسل طيب زوين كلام جامي لك انتهى يعني هناك بطريقة أخرى قد نقولها هناك صدام قادم بين فليك وإدارة بارسالونة برئاسة لابورتا أنا أعطيتك له تيتر مدبر باش ندخلوه مدبر نهدرو ما نبقاوش انه نزوقو في الهدراء فليك عنده ندراء على الفريق وعنده ندراء على المكونات والعناصر اللي بغي يلعب بها الإدارة عندها واحد استراتيجية في العقل ديالها شوف أنا مكان هدراء للإدارة قل عليا وقفلي هنا باش نكونوا واضعين كان كره كان كره ما عندي من يربيق لي انه لا يقوموا بعمله فليك باقي واحد مجموعة انت اللاعبين ودر واحد لا ليست وانا قلتها في اول حلقة انها اللي جاء فليك واضع مجموعة من اللاعبين اللي غادي يشتغل معاهم وعطاها الإدارة قدي تشتريو يا مرحبا ما قدي تشتريو سنرى الحلول هذه الفكرة اللي جاءت إجابها فليك ووفقت عليها الإدارة لابورتا باش يحيد عليه الضغط الجماهيري وضغط السنة الصفرية أو الموسم الصفري اللي فات قبل بشروط فليك كلها وقال بانني سأضع فليك هو يشريه هو يبيعه هو يدبرزه ياك مزيان الى حد الان ولكن كما كان قولوا لابورتا توقع منه اي شيء لابورتا ما يقلش لابورتا ما شهدك الرجل اللي يقلس ويتكاو لابورتا خصوه يتكتيك خصوه يروون خصوه يجري خصوه جاري هذا ولا بورتا ما عندنا ما نديره لابورتا رئيسة على النادي هكذا دير بدأ لابورتا يتدخل في عمل فليك بعد ما اعطى الفليك ضمانات وعطى بي انه غاد نجيب لك لاعبين وغاد نجيب لك اللاعبين اللي بغاهم فليك اما الان يعني لابورتا ولا كيتجه الخيارات اخرى نعطيكونا غاد نشوف لانه باش تقول لي علش رمد دابزين علش هاد الصيدام علش هاد خصيكونا يعني اديلة اجيو نشوفوا الادلة الصفقات التي يريدوها فليك دعتوغي امتيلة فليك باغي اولمو باغي كيميتش باغي فريمبورغ باغي كيميتش اللاعب الوسط ستيلر انتع وسط شتوتغارد باغي الحارس انتع كيقولوا له الاخوانة طريتوني اني نكتب السماوات ميو باك هاوس الحارس بريمن باغي ساني كجنع ايصر هاد هي الخيارات انتع فليك الاخلينا فليك يخدم فليك رهي ما يجيب لك لاويليامز ما يجيب لك لازعطر ما يجيب لك لاستاش لانه شوف نظرة المدرب ليس هي نظرة الإدارة فليك ما قلش بانه نيكو وليامز ليس بلاعب جيد وما قلش نهائيا ولكن خيارات وقناعات المدرب شيء وقناعات الإدارة شيء آخر وقناعات المدرب ليس بلاعب جناح الأيصر لانه يجيب لك لاعب جناح الأيصر لانه يجيب لك يجيب لك وقناعات المدرب من الركزة الأيصر كان إضافة المدربUI والحضر خطير فيه لاعب متعدد الاختصاصات لأنه لم يكن لديكم فلوس لكي يلعب كل البوست يجبوني واحد اللاعب يمكن يلعب ببوست كثيراً هذا ينظر انتع فليك ماشي قلت انا فليك ما بغيش فلان وما بغيش فلان ولكن فليك من تعطيه يختار يقولك انا بغي هذا حسن من هذا لماذا هذا؟ هذا متعدد الاختيار هذا يلعب لغاية البوست فليك من مشى الخيار من الجناح طلب أولمو لأنه أولمو بطبيعة الحال يلعب لك قع فلاطعك تلعبوا تسعة يلعبها تلعبوا سبعة بلست يامين يامال يلعبها تلعبوا في بلست نيكو ويليامز يلعبها وتلعبوا حتى كرقم تسعة وهمي يلعبها حتى في بعض المقابلات في ليبزيك وردوه كلاعب وسط مهاجم يلعبها وخير دالين على ذلك يعني اللعب ديالو في المنتخب الإسباني انا ما شوف انا ما كنديلك مقارنة ما بين أولمو وويليامز انا كنقولك شنو قال المدرب في لك انا ما زال ما قلت شكون احسن وويليامز يلعب لأولمو لان انا كنشوفهم بزوج ملاح انا من نظرة الشخصية بزوج بهم زياني وانا باقيهم بزوج في بارسولون لانه بزوج يصلاحوا في بارسولون ولكن نظرا انت المدرب على حسب الاموال المتواجدة حتى في لك يقولك جيبلي انا وويليامز يلعب لأولمو وانت انهم السوق قلع لي يا دياز وقلع لي يا فيليكس ماذا تفشي تاني للإدارة؟ بري اس لاب بورتا ومشيغي لاب بورتا انا قلتها في فيديو السابق انا مشيغي لاب بورتا ان يتحكم في السوق لكن بعض الأعضاء الداخلين يصويتون كجيغي لاب بورتا يقولك لا انا نقصنا ويليامز والبادين تعويليامز وفيليكس هذه النظرات اختلفة ما بين المدرب وما بين الإدارة في الجناح الأيسر نمشيوا اللاعب الوسط لاب بسط الميدان لاب بسط الميدان فليك قالها بصريح العبارة انا باغي كيميتش انا باغي انا باغي اسميتو تقطع شتوتغارد باغي اسميتو باغي فره ستيلر انا باغي الخيارات لا تعجبني ولكن بالنظرة ديالي انا كمدريب انا كيميتش نستعمله كما اريد كيميتش يلاعب كيميتش يليم كيميتش يعرف كيميتش يعرف يعني اي شخص الوسط كيميتش يغطي هذا البوست او تضرب الشخص الاختصاصات كيميتش يليم او تضرب الشخص الاخرية او تضرب الشخص الاخرية كيميتش يليم ثم هcado لا ت PLC متعدد المراكز ولكن ديكو والإدارة بغوا اونانا كيلعب بوست واحد اروزمو اونانا مشر انا مشيكا نقولك اونانا ما عجبنيش هو لاعب يعني قوي بدنيا ولكن كيلعب بوست واحد وماشي تقني يعني غير بدني وصافي فانا افضل كيمتش على اونانا بكل صراحة هذا ستيلر والتصغير كان في الباير وفي اللي يطلعو يعني في اللي عارفو ولكن كتجنت الخيارات متاع الإدارة كتجنت لقى الإدارة بغية ميرينو وبغية زوبيميندي وبغية اونانا وبغية شعاناصر مع مروس معناها هل اختلفتان انا ما كنقول بانو ميرينو ليس بي جيد ميرينو ردلك بدوروب يعني ممتاز إذا جنان قارنو ما بين كيمتش و اونانا و ميرينو يعني من ناحية الألقاب من ناحية الجودة من ناحية كده غالقوا ميرينو فيه دي بروفيل حسن مكمتش صغير قتال يلعب في الوسط يعني يلعب لك في الوسط كما بغيت ولكن كيمتش تاني عنده اختصاصات اخرى يعني كيمتش في الاختصاصات تاني حسن ميرينو انا افضل لهم بزوج بهم في وسط ميدان البارس انا نبيع دي يونغ و نبيع دي يونغ و نبيع دي بيدري اجيب هاد الزوج تربح زوج ديال الناس طب فلهذا انا كنقول لك خيارات المدريم عخير انا كندرش على رأسي تقول لك قلت لي ماشي مزيان نمشي و تاني الخيارات متاع الجنح الايصر حتى فليك بغي ساني ساني اللي في باير مونيخ يعني ممتاز و لعب مع كوردولت هو ممتاز ولكن ساني بحاله بحال ويليامز يلعب بسط واحد ماشي متعدد الاختيار ولكن كيف يبقى خيار نمشي و تاني لبعض اللاعبين اللي بغيتهم الادارة مثلا الصفقات اللي بغيتهم لابوردا بغي كانسيلو بغي فيليكس بغي اونانا بغي ويليامز بغي اي لاعب لا يكلفوا النادي اموال ادارة كتادر لابوردا كتادر بمنطقة و موضوع اداري انا خسني لاعبين تكلفتهم المدرب كيقولك لا انا بغي لاعبين دو جودة كوراوية ركشة العقلية تلك المدرب كوراوي و لابوردا اداري ما يتلاقاوش هالاختلاف نمشي و تاني مثلا حراسة المرمى ما يقولك انا لا يريد ان اشتغل قالهم انا بغي واحد ينافس ينافسوا تخلو اللي يشتغل ببعده لا يمكن باكهاوس الادارة لا تقدر لديك فلوس بشيء حارس جيد ما تقولك اي يبقى يشتغل و عدنا بنيا جربناه حكمكم فليك و شطر في حراسة المرمى انه يطلع واحد دراري صغار اسرالاقا و كوشين هادو زوج لاعبين في البي خصوصا هادو كوشين هادو كوشين يقولون بانو عندو مستقبل حسن بنيا هوا بدك يطلع لهم دراري صغار مابغيتو و مابغيتوش تشريو خسنين طلعنا واحدين نفس اللي شتيغن هال ادارة بغي اشتيغن يبقى فليك يقولون شتيغن هادو كبير ربعة و ثلاثين سنة هادو كون توجدوا عن المستقبل هادو يتربى مع شتيغن ولكن الادارة كنت تقولك هادو اموال باش نشري هادو اولويات نتعليه بارتكاز و هادو اولويات نتعليه هادو اولويات نتعليه هادو مشكل قلنا بانو فليك باقي فريمبورغ الادارة رابورتا باقي كنسيل و يبقى دي يونج دو ادارة كنت تهضر بمسألة مالية فليك يهضر بمسألة كوروية هادو هو الصدام القادم واللي قد يكون ما بين فليك و ادارة بارسلونة في الصفقات اللي بغي تجيبها البرسلونة دابع الاشكال اللي كان ان فليك ترحل عليهم هادو فكرة في الول قد يدخلوني يشري انا لعيبين يعني بوحد تكلم انها لست لعيبين اللي بغيهم ما قدتو شجيبهم نشوفه لست خراب انتع البيك كما نقوله لعيبين الخطة ببيك كما يقولها واحد الادارة برئاسة اللي بورطة بدأت تدخل في عمل مدري لم يقعوا شعورو فليك يقعوا يمشيوا مثلا في الفرطة ويليامس هل يوجد شعور فليك؟ لا اظن انا اقول لك فليك بغي اولمو كخيار اول قال لهم ان تدخلوا في اولمو فوضوا اولمو وفوضوا ويليامس اولمو داريته خطة ببيك ودائر الخطة ببيحة فليك فليكس مؤخرة قال لهم لم يقعوا هذا الوقت يتكبر عليك فليكس قال لهم لم يقعوا لان لم يقعوا شعورو فليكس لانه اعرف رسوله كان يقعوا ويليامس بانك اولمو بانك اولمو بانك اولمو فليهذا يريد ان يهرب البيان فيك ويقول لهم فليكس لانه اولمو لانه اولمو لانه اولمو فليهذا الخيارات فليك وخيارات اولمو لانه اولمو لانه اولمو لا تتلقى فيه ولكن اختلفوا في بعض اللاعبين مثلا كالدو كحارس المرمى كلاعب الارتكاز كلاعب الارتكاز كلاعب الارتكاز لانه اولمو لا تتحبك فليك بغي ينجح بصريح العبارة فليك بغي ينجح ولكن هذه المشاكل فليك بدأ يتخوف من الفشل لانه لماذا مؤخرا بعض الصفقات التي كنا كنا نهضروا عليها خصناه وخصناه وخصناه ورغضين يجيبون تفاوضوه وكذا وماذا لو يديروا حاليا في برسولون عود الكونترالي فلان اجد العقد الفرين حتى روبرتو اجدوا العقد هوا وروميو هادو اجدتهم العقد هادو فليك بدأ يحسوا بالخطر بدأ فليك يحس بانه لابورتا ربما يخوي به بدأ فليك يتحسس بانه ادارة برسولونة ربما لن تستطيع فراسوا هذه الأشياء ولكن من اللي جاء اعطتوا الادارة تستمينات بانه رغضي تساوب الوضعية المالية غادي 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 وسيت بناء استراتيجيته على هذه الأشياء بانه رغضي تساوب الادارة قالوا لما اجبناك كل شيء سيجبرك شوية دبا مكالة شوية لا كل شيء حاليا بك عينواله إذا جاءبوا ويليامس هو رابع عناصر خراب هما جاءبوا له ويليامس غادي في التالي خرجوا يقول لك فشال المدرب وش انت كتشري اللي تبغي وتعطي المدرب يلعب دكش اللي بغيت انت وتقول لي فشال المدرب هرا هذا هو السيناريو اللي كانت عندك صافي غيك صافي ولد النادي كما كقولو هذا الوليد كيعيشهم وما كيبغيش وما كيهضرش وما كيهو هوا جاءبها فراز او مخرجوه بفاضيحة ماشي قالوا له بدي سمحنا ورا كانت كده لا راه فليك اراك سمعتوا الادارة لا فكصافي مكاش بدنيين يلعبم زيان اه كان يفتقر الى يون هالليش بتو فين كنت يكنت هالليش بتو فلهذا فليك يعني الابورطة غاديكون بيناتهم واحد الصدام في اشياء كتيرة ومازال الامور يالله بدات وفليكرا مازال يبني الامل يقولوا ربما يكونوا هناك مخرج وحنا لحد الان مازال كنقولو كاين مخرج غيوش تهيى الامور يعني تعطلت شوية من تعطل عليك شوية الامور السوق يعني جودة اللاعبين اللي كانوا في السوق غاديقع يطاعوا وشا غاديبقى لكفتالي في السوق احنا كنقولو هكذا في العامية دينا السوق مين يخرف يبقى غير خمواج اسمحوا لي على هذه الكلمة هذي ما اصد ما نقول وشكرا اشتركوا في القناة